موسيقى الشريفة العفيفة دي قالت في محضر رسمي ان ابني فرج كان بقيت عندها ليلة ما تقتل عبدالله صواب ابنك؟ هو المضاعر يا بالعمدة عاوز تفهمني ان ما عندكش فكرة عن اللي بيدور في قهوتك يا بديح يمن بالله ما عندي فكرة عن انت بتقوله ده يا حضرة العمدة بالله ما عرفش حاجة يا عمدة وبيتهيقلي كده نخلي الكلام ده بيننا احسن قصدك هي يا بيت قصد نخلي الكلام ده بيننا احسن يا عمدة في عندك ايه عايزة تولي يا بيت في حاجات كتير يا ضل عمدة بس يعني يا طب اخرج انت بلاح طب والقهوة اللي تشدشت يا عمدة لو ثبت انك ما تعرفش حاجة ولا لكش زنب تصليح القهوة دي هيبقى على حسابي يمين بالله ما عرف حاجة ولا ليا زنب في اي حاجة بلاح كأنك ما سمعتش ولا كلمة من اللي ضرت بيني معلوم احنا يهميني جنب العمدة وصمعت جنب العمدة ايه الموضوع بالزبط يا بيت مين اللي عادة دلوقتي هدويب دا المعلم بلاح يا نماس يا بلاح يا بلاح عايز اه يا نماس داك سروح بودانك ماني قدامك اهوك يا مين بالله ما شفتك خدني في دراعك ايش معنى ايش معنى دا ايه مش نعرف الهرتكة اللي كنا فيه عديلة عصدك ايه يا بيت قصد ان ابنك اللي لازجلي ورمي روحه علي معلوم مش حقه ايه سكت انت ولا خالص ما تتكلمش حاضر حاضر يا اختي حقه في ايه يا بيت في الحرام اللي بينكم لا حرام ايه ايه سكت انت ولا خالص قلتلك حقه في الحب والمواده اللي بيننا يا عمدي وبتقوليها كده من غير حية ولا فشة ايه ايه ماني جاي لها في محضر راسمي حقجل من ايه باجا وبعد ان ابنك عايز يتجوزني يتجوزك؟ يتجوزك؟ يا ولسكت انت اولا قلتلك ايه ويتجوزني يا عمدي واني اللي مش عايزي وعمالة بماطل فيه ليه باجا لانني عارفة انني رحت ولا جات اني حتة غجري انما هو ابن عمدي ابن قص واني محدش يعرف لي قص وانما انت عارفة كده مبعدتيش عنه ليه؟ طب وانبعد تاني يا عمدي هو حيبعد؟ لا لازم تبعدي وحتما ولابد تبعدي عشان هو دلوقتي متجوز واحدة بنت قصول وبنت ناس طيبين عارفة بنت الجابري ومش لد عليه وعايز يسيبها يسيبها؟ لا يبقى الجنن وطلطش في نفوخه تسدك بالله يا مؤمن اني قلت له الكلام ده تعرف جليه؟ جليه اسيبها هي ولا اسيبكش انت يا فاندورتي عايزي فضحني قدام الجابري وفضحني في البلد كلها ده لا يمكن يحصل ولا يكون ابدا على عين يا عمدي بس اهل عمدي تسيب البلد وتمشي حرم عليك يا عمدي وش اغلي اكل عاشي اديك اللي انت عايزاه بس تبعيد عنه اهيه عايزني ابيع فرج بالفلوس يا عمدي اللي زيك تبيع اهلها بالفلوس الله يسمحك يا بالعمدي من غير لف ولا دوران وليل تاخدي كم وتخفي من البلد خالص عيب يا عمدة تسألني السؤال دي جدر انت جدر انت تعليجة ابنك بيا تسوا كام ألف جنيه ايه ده البهيم الوقت بألف ونص خلاص ألف ونص ده حيسيب بنت الجبري عشاني ألفين جنيه ده غير الجورسة وجلة الجيمة لما ابن العمدة يتجاوز وحدة زي اه يا ملعونة عرفت التجري فيه وتبعيه عايزة كام يا بنت خلاصيني هم تلات تلف جنيه بس يا عمدة واخفى من البلد ولا عادش يشوف وش وزا استنيت في البلد بعد ما تخديهم ايه بجسلخ وشي وقتلني وقدمني لسه راصلتها كلني بس الحق مش عليك يمين بالله نولة عارف انه قهوك وممكن يعملها ويتجاوزك ويهد اللي تبانى بيني وبين الجبري ما كنت شديتك ولا مليم استنيني هنا اجيب ليك الفلوس بس ليه شرط يا عمدي انتي هتتشرطي علي يا بيت لا ده المصلحتك الموضوع اللي بنيه بينك ديه يفضل سر فرج ما يعرفش به ولا يسمع به ابدا يا سلام خايفة على احساساته قوي هاتلي 3000 جنيه من قط يا سيب هو ايه موضوع في ايه يا ابا قلتلك هاتلي 3000 جنيه دلوقتي وخلاص ايو حال في التوى واللحظة فرج فعني ده ما عرفش مزعت مغرق الصبح بالكريب تا مارجعش موسيقى ليه يا زمان بعتني وعلي مصورتش عالجرح نيمتني وعفرت عفرت مقدرتش احزاني سبقاني والجرح سجاني والآخر على الثاني والكل اللي بنتش الكل اللي بنتش ليه ليه يا زمان بعتني موسيقى 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 خلاص يا بيت تسيب البلد دلوقتي حالا مفهوم 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 يا بالعمدة يومش يا عمدة خليهم يغوروا في ستين دهي ده انت دهي من الدواهي واني معرفش يا بندري امالياني قدت عايزني اقوله ان انا متجاوزا وبوض الملعوب كله يوم العمدة يخاف لابنه يتجوزك ده يدك اللي تطلبين وفرج يخاف لاني اقول لابو ان اني متجوزاه ويديني اللي انا عايزاه خلوتك يعني بتلعب على المشان لحد ما نتلاقي مع الجرشان وينسيب الكفر يا نور العين وعايز الفلوس دي كلها ليه يا فرج اكمل بيها على فلوس الكاريت هو انت بيعت الكاريت ايه 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 قطعت 1500 واني بقى محتاج عليهم كمان 1500 يعني 4000 جنيه ودا كله ليه يا فرج انت.. انت عارفة بالحاج ان اني داخل على جواز نفسي كده احس ان اني بجتمل وبصرف على باتي مش عايز احسي وبالحاج ان انا اولي على ابوه وبعدين اني كده قدامي حتة مصلحة يعني عايز اعملي طيب يا ابني اذا كان الموضوع كده اديني فرصة يومين تلاتة اكلم ابوك واجيب لك منه الفلوس اني مستعجل اولا بالحاج يومين تلاتة دول كتير داني قدامي فوصة وبايز تضاء مني ديه ديه هو دم الشباب حالي كده على طول عايز ان تاكلوا الاكلة من غير ما تصجوروا على طبيق خير معاليش يا ابنتي حوصل معفرك لغاية العمدة ورجع تاني الله بترجو الغدى يا ابو لما ارجع ابقى الغدى حسنك يا ابو سمعت الكلام طرطيش مش قلتلك ابن حيال وربنا حيصلح حاله كنت فين يا ابو كان عندي يا رشيدي واني جاي معاه عشان اتوسطله تتوسطله في ايه يا سلامة هو اللي عمله ده تنفع فيه وسطة ولا شفاعة ترى ايه يا عمدة كده برضو يا ابو ما العايز ناسيبك تفتحنا وتحط راسنا في الطين وتبهدننا مع الجبيرة ايه اللي حصل بس يا عمدة اللي حصل انت عارفه من زمان يا سلامة ولو كنت قلتلي كنت اتصرفته ووقفته عند حده قبل ما يغوط في الغلط لكن انت قلتلي مش هقولك طب بس بالهداوي بالهداوي وبالعقل كده افهمك افهمك ايه باس بقى تقول يجوزه وتختار لي بنت الجابري وانت عارف انه هو داير مع غجرية بندرية لا حوله ولا قوة الا بالله انت عارفت يا عمدة هي وعرفت وياريتني ما عرفت عملتها بندرية اصلاها جت هنا مع اخوها وابوك عارف منها كل حاجة طب افرض يا سيد فيها ايه دي فيها ايه دي فيها الجهنم الحمراء يا سلامة انا اللي هقولك فيها ايه ولا بتدافع عنه فيدي كمان من امتى بتدافع عن الحرام يا سلامة حرام حرام ايه يا رشيدي الحرام اللي بينها وبينه ومعترف بيث ومحضر اسمي لا يا رشيدي اللي بينه وبينها ما كانش حرام دي مراته على سنة الله ورسوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مراته ايوه مراته في السر ولما وبقته على اختياره الغلط وحسب غلطته ورحمة الله طلقها طلقها امتى يا سلامة قبل ما يبتم على بنت الجابري مش كنا برضو يا فرج ايو مراته اصلا 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 ايوه انت مش قلتيني اطلاقها ولما هو طلقها امه الجاية تقولي ده عايز تجوزني ليه ها انا ديوز ايه ايوه وبقتة اديها 3000 جنيه عشان تسيب الكافر وتمشى ايه 3000 جنيه لا بقى لقى بقى دي بندنية دي حكت عليكم زي ما دي حكت علي اه الاكاثة ظارت دي حكت علينا زي ولا ايه لا دا احنا نجيب الفلوس من الحباب يعنيها يا دويب اشتنى يا سيد استنى لما نبرم الحكاية دي ايه دا دويب يروح يجيبها الاول يا بلحج سلامة ايوا نجيبها عشان نعرف منها الحكاية هي وهو اسمع دويب تاخد رجالتك وتنزل الكفر تقلبوا الدنيا على البندلية تجيبها ان شاء الله كنت احت سبع ارض اروح يا جناب العمدي ما هو قالت غور يا بني ادم قولوا ما ينفذ صوم يا جناب العمدي اتجوزتها ولا كنت داير معاها ولا اتجوزتها يا ابن اتجوزتها وطلعتها ولا ما طلعتهاش يا فارج ايه اني اني بقى اني احكي لكم الحكاية كلتا اي مين بالله لولا خايف على مصلحتك ما كنت حكيت لك يا حاج حاس يا ولت لقد انت مش فاهم بتقول ايه ارحمنا الكلام اللي بتقوله دا الصح يا وقت ايه اجيب لك بالله تستلوا بنفسك دا من ضوء قعيدي دا الكافر كونه بيتكلم الوقت يا با الحاج مش مليح ولا النماس يعني اللي كان قاعد في القهوة ومافهمش القهوة تحدث ليه دلوقتي فيهم وانا دلوقتي كمان فهمت يا با فهمت فرجة لبخ ليه لما شابت غجارية واخوة كده يا با يبقى دايمة على غجارية بالحرام وعايز يتجوز اختي يا با يبقى انا كان معايا حق من الاول اني ارفوضه لو الكلام اللي بتقوله دا صح ياولاد اذا مش انت الوحدك اللي هترفوضه لا 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 ياولاد انا كمان ارفوضه ارفوضه تماما لا مش حامد الجابري مش حامد الجابري اللي يجاوز بنته الواحد مجش ومطال يا صبر اخرك فيه دحكتنا فرقتنا فوق القنيم ماشي والحزن غنوتنا يا صبر اخرك فيه فيه دحكتنا فرقتنا فوق القنيم ماشي والحزن غنوتنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كده برضو يا فرج تكذب علي وتضحك على شبتي يا ابني ما عليش بقى يا ابا الحاج السلام هو كذب عليك لوحدك كذب ملوش رجليني يا فرج شفت وصلتنا كلنا لحد فين بتصرفتك الغلط انا عارف يا ابا اني غلطاء انا عارف بس يعلم ربني ان انا كنت عادي اصلح الغلط بتاعه طب كنت صريحنا واحنا نصلحوا معاك تصلح الغلط بالكب يا فرج عمر الغلط ما يتعالج بغلط ابدا انا بعترفت الغلط يا ابا بعترفت وبعتك كربته عشان اسدي باب الغلط له وسدي باب بندري ايو ايو يا ابا اني غلطان وستين غلطان ان انا اتجوز وحده مش بنت اصل زي بندري وحسد بالغلط اكتر لما كتبت على بنت الجبري وحسد بالفارق بس يا ابا اني مش اول ولا اخر واحد يغلط في الدنيا ويكون في علمكو بقى انا ما عيشتش معاها في الحرام ايو استغفر الله العظيم دي كانت حلالي وعلى زمتي كمان انا قلت لكم كل حاجة هو بقى بنت وديكم ايه وسمحوني سمحوني بقى عشان عايش كويس قال له تم ضبطهم يا جنابي الام تعالى يا ابا تعالى يا بيت بس بيتك منك لله يا بيت بتكتبي علي وانتي على زمته ما عايش ولا كان اللي يجذب عليك يا جنابي العمدي بقولك يا ادواء امشي انت دلوقتي امشي يروح فان يا سيد ما خلاص الفضيحة بقت في البلد كلها استمح يا بالعمدي يا بخت من قدر وعيفي يا جنابي العمدي وبعد ما اني كنت خلاص استمب البلد ومشي بس يا بيت بس يا علي ارمي عليها لي مين يا ولا طلق افارك انت ايه انت طالق يا ابن دارية انت طالق 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 بالتلاتة يا ابن دارية يعني عليك على حظك يا امينة يا بنت صعبان علي ان كانت امينة صعبان عليك انا والله كمان فرج صعبان علي بعد اللي عمل فيك يا ابا يجذب عليك وتقولي صعبان علي كل ابن ادم خطايا يا بنتي وكفاية انه حسب غلطه ولا من عارفة قولك الياب دي امينة خلاص كانت اتعلق كبير وهو راخر من كلامه يظهر انه ارتحناها مين انا الجاب غيب ناع يا بنت يا اهلا وساهلا اهلا وسهلا فضل يا حاج السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا اهلا يا حاج حامد ده ما ارزي يا امين معلش جاي مطاقة راحبتين هي بيتك ومطرحك تصرر في اي وقت اش يا هودان حاضر يا ابن مالوش لزوم يا بنتي انا جاول الحاج سلامك طيب خشي بو انت يا هودان حاضر يا ابن خير يا جابريم المثل بيقول الباب اللي يديرك منه الريح سده استريح وانا ما ينزمنيش فرق داي يجوز بنتي لا حول ولا قوة ايزا بالله زي كده بس يا جابريم انا ما يخلصنيش قدي بنت الواحد على علاقة بوحدك يا جريل علاقة علاقة دي دي كانت مراته على سونة الله ورسول برضو لا تفريش كتير يا حاج سلامك يا كيفري يا جابريم الفرق بين الحلال والحرام كبير يا جابريم طب ايه رأى يا حضرتك بقى الولد دا ما يلزمنيش لبنتي طب ايه رأيك ان كان فرق يلزم امينة وهي المتحال لو قمت ترضاه لبنتك انا مرضاه لبنتي فضينا من الشبكة دي بقى يا عم سلامة انت لك حق في كل اللي بتقوله يا جابري بس انا كان عشا متسامح وتعتبر ابنك وغلفي اخي ابني ابني ما عملش عاملة زي دي يا حضرت رامدة والعمل عاملة زي دي يبقى يتجوز بنت ناس اللي يبص الغاجرية ما يبصش لبنتي يا حضرت العمدة بس انا كان الود ودي يبقى بيننا ناسب يا جابري وانا كمان يا حضرت العمدة كان الود ودي والله بس نعمل ايه نستنى شوية نستنى كم يوم كده ونتكلم شوف يا حاج السلامة المثل في بلدنا يا اخويا بيقول ايه اقطع العرق وسيح دمه وخلاص على كده لا نستنى يا جابري ربنا خلاها في شت ايام نهدى كده ولما تهدى النفوس نقعد قعدة رجالة واللي يعملوا ربنا هو اللي حيكون حاوزي انا مفيش بيني وبينك اي كلام امينة امينة اسماعيل انت تهميني ويهميني كمان اوضحلك القامل اهمك لو اهمك بصحيح ما كنتش عملت اللي عملته يا امينة ما تنسيش انت مراطي على زمتي فاهمة يعني ايه على زمتي وبعدين اللي عملته دي كان قابل معرفة غلط ايه مفيش بني عدم ما بغلاطش طب طب امشي دلوقتي يا بوس ايدك لحسن خلف اخويا برا ولو رجع وشافك هتبقى ليلة ايه مش الليلة ايوة مش الليلة لسه قدامها بادري دي بكرية yeah والبكرية بتاعب طولد جمعة يا او اه جمحة جمحة ايه بس ما الترجع نفسك يا مسرامي ايه انت حتعلمني شغلتي انا arada عشرا مولدة عشرbyة 1000 وحدة دي مش هتولد قبل يومين كمان شوفي بقى يومين سنتين its perde قاعدة recognized 고قاعدة معها هاه لا غاية ما تولد كده ؟ ايوة ي time وشرابي وحتى المصالحي تم نروح وبعدينها على أولادين لا أقول لك إيه لا أحسن تقعد تدور عليك ساعة الخير خصوصاً إنه مفيش حد يقعد معانا أيوة كلنا ورانا أشغلنا ومصالحنا ويا ست بقى خد انت عايزات والفلوس هي موجودة بزيادة مع زارة إن شاء الله حتى تاخدي في التلات أيام تلتميت جنيه تلات تلاف جنيه تاخدهم بيت غجارية بعد اسمه كلام يا ناس ما هو الحج سلامة هو اللي حكم بيهم مؤخر صداء وبقيت حقوقها كمان وهو قال تاخد اللي تاخده بس تخفى طيب يا أخويا مادام أبوك فلوسه كتيرا كده ما يحدف عنا شوية ألفات ولا هو زي الأرع يمد البرة ايه ديه؟ ايه ديه؟ انت مالت في نفوقك ولا ايه؟ ما تحتر بنفس الجيب انت عالميسة يا جاك صدغ ليفت؟ انت حتعيب في فبويا كمان؟ جرلك ايه في عقلك؟ أموركم تجن العقل يا أولاد الرشيدي بقى اللي مغرقنا في المشاكل يتصرف عليه ألفات وإحنا قاعدين نحسبها بالمليين خلط فضيها سيعة بلقل بالدماغ بكفاية المشاكل اللي احنا فييني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصباح الخير يا بالعمدة الصباح الخير يا بني اني زارع ايوة ايوة يا زارع اني كنت جاي عشان اتكلم معك في موضوع كده بيني وبينك بس عهدني ان مفيش مخلوق يعرفه في ايه خير انت عايز تحل المشكلة اللي بينك وبين الحاجة حامد الجابري على خير وسفارج ياخد الستة أمينة فارج ياخد أمينة بنت الجابري يا ريت وين حلتها لك تديني ايه اللي انت عاوزه هولا طب بس عهدني ان مفيش حد يعرف ان اني جيت لك هنا عهدك انتو حتتقابلوا امتى وفين في قاعدة الرجالة اللي حتحلوا فيها المشكلة دي بكرة بعد العصر ان شاء الله عندي هنا لا خلي القاعدة تبقى عند الحاجة حامد وصر على كده ويسيب الباقي علي قصدك ايه يعني وش معنى عاوز القاعدة تبقى عند الحاجة حامد يا با العمد انت مش عايز تحليه هتخسر ايه يعني لما القاعدة تتنقل من هنا لهناك ويمين الله لحل هالك وزفارج ياخد الستة امينة بموافقة الجابري وخالف وحلوتي هاخدها لما تشوف الحل بنفسك اهياني لو اعرف اللي في دماغك يا اخوي فيها الساعد والهانة يا نصر يا خوفي من اللي في دماغك ما تخفيش طول ما انت ورايه هترباحي وتكسبي ايه العوافق العوافق ملتها كرايك يا مشارابي انت هتبضططيلي انا مش عيلك ما تتنقلش من جنب الاصر عبدا تهني كنت بسوق عالعيان وابو العيان ولا يعني انت هتستروني من 300 جنيه لا وانت الساد ايه بالالف جنال الف جنال ايوة الف جنال بس على شرط تهمني هنا بكرة وتنفسي كل اللي هقولك عليه هاه قلت ايه يا جابري قلت لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص وابوا لحج السلامة خلاص خلاص فامتى سادة بالله وراجع نفسك يا جابري بعد الكلام اللي قلته له اني بكررخة اني شاري يا جابري شيريتك يا حضرة العمدة على عين وعلى لاصل احنا كل ميلة بنحترمك بس سبنا الغلط وغلط كتير وإحنا استعملنا وأنا بقول علمك شو فروق قدام الناس في المجلس يعني لوحدة غلطة لنا ناس غلطونا معاش اللي غلطك يا جابري ابني هو اللي غلط وإحنا معترفين واللي يغلط يتحمل نتيجة غلطة يا عمدة يا ناس يا ناس بيتوني يا ناس سيخالف سيخالف مراتك بتولد ولادة متعصرة حد يجي معايا ايه الكلام بتوليك للمياتي ايوة ناصره مراده بتولد يا حبي معناته ايه الكلام دي يا قريب هي ناس غلطه وني ما تهم من ماريا خالف تشوف مصنعك مراتك يا اخي بتجوزه ما انا كنت ايه يا حقيدة بقى لي بقى لي بقى لي سنة يا عب سنة طيب يا فاتح طيب وانت يا سيزارع ايه 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 عبد المغمور يا حاج حامل عبد المغمور طيب ماليش اتصالك زي دي الكلام ما بيتصالفهم ومع ذلك يا حساب معاك انت يا حيلا حاضر يا عمزي حاضر انا نفسي يا عربية الفة عنوان ضرمة ازاي انا عارف ايش حي او ما كنتش جايبها لك من بلد تاني عشان ما وضوحنا يبقى في السر ايه العملة ليت عملتها دي يا ولية عملت ايه ام مال يعني كنت عايز ناسيبها تروح مني ومين اللي قالك عمكان ضرمة ايه 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 لي سأل مالتوش وبعدين يعني هي كانت ضركم سر ولا كانت سر خلاص فضي ايه المهم هي دلوقتي حتولد ولا حناخد على المستشفى والله ما انا عارف والله ما انت عارفة والله ما انت عارفة ام مال مين ياخت اللي يعب ايش حال يحتي لما كنتش مولدة عشرمية واحدة من كده هي ان شاء الله هتولد بكت بكرة بكرة وماكن لزومة ايه الغلقة اللي انت عارفتها دي يو خفت لقيت نفسي الواحدي وهي يا ذئب التاوي وخفت للموضوع اللي يتطور واللي اللي يجي علينا قلت انها بالروح المستشفى خفتي وبتنهطي ده انت ده بيكت الدنيا طب والله ما انت مولدها كلبين يا زبعنا اخد اختك عمستشفى خلي بس اللي مشرابي هي اللي تولدت انا قلت المشرابي دي ما تولدهاش يعني ما تولدهاش ييه؟ ده لما مولدة عشرونية حلف وواحد يالا دي يا زبع المستشفى خلي بقولي يعني بس خلي المشرابي هي اللي تولدت لان الموضوع عشان يبقى بالسر يا فؤلاء على سر الملانية بل بلد كلها عفت وخلاص سنة سنة محنى المتجوز ويخبى علي إباهة لله ضيب انتي ما نعرف اقولك هو انت زمك اي يا عمي؟ هو انت يعني اللي كان ليك يزم؟ ولكن فيه حاجة بيدك؟ خلف أخوي هو اللي ظالم اللي يبص الواحدة ثانية فرفيه بقى ظالم فجرى ايه يا بنت؟ انتي خلاص هتعرف الظالم والمظلوم ما عالتش يعرف من فين الظالم ومن المظلوم خلف برضه كان نفسه في العيالة لكن اللي مزعل منه انه يساويني هذه بموقت زارع المزارح ويخبى عليه انا لو كنت اعرف ما كنتش وفقتك على اللي حصل ده ليه بس يا بالعوم ده ده اللي حصل ده خلك جرح واحد هواني عشاني مجرح ومجرح غيري لا يا زارع لا انت ما جرحتوش يا بالعوم ده ده امر تم من سنه وكان من داري وبصراحة كده انا مايرضيش ان انا ضيع حق اختي ايه بس انت كده احرجت الراجل قدامي انا ما حرجتوش خلف هو اللي حرجه لما خب عليه وبعدين يعني انا اختي ما تتعيبش ولا يعني عشانك منينا فقرة حكاية الفقر والغنى دي حاجة بتاعت ربنا يا زارع طب يا ريت ابني فرج ساعة ما اطلطش في نفوخه كان اتجوز واحدة فقيرة ولا اتجوزش الحرمة دي لا يا حاجة سلامة اخوي ما تقلش جب دي عاملة خلف ابني ما تنقاشش بعملة فرج من الام ده تتجوز غدري اه كله جواز يا جبري مدم على سنة الله ورسوله كده ولا ايه لا اسمحك مش كده خاص خلف اتجوز كان عايز الخلفة انما التاني اتجوز دي فلا بتعير بعيد عنك ايوه بس ما تنساش ان فرج اتجوزها قبل ما ارتبط بامينة انما خلف اتجوزه لطيفه على زمته الحقيقة يعني انا بس يعني ما بسش يا جبري الهم طيلك وطيلي رشيدي وانك ربنا عمل كده مخصوص عشان يوحده البلوه مع بعض والله ما انا عارف اقولك ايه يا اخويا ما تقولش حاجة انت همك نسب الرشيدي ولا ما همك يا الرشيدي راجل جدعي همني طبعا يبقى خلاص يا جبري لم تدور بقى لا انت كليك زم في العمل ابنك ولا الرشيدي له زم في العمل ابنه قلت ايه لم تدور خليك تفرح بخلف امينة قلت ايه الشيء اتفضل يا بالحاج اتفضل يا بابا يا زي تفضلك يا بنتي لما اخذ يا بابا بعد اذنكم انا عندي كلمة يا بابا اقول يا بنتي ايه يا بابا انا طبعا يهمني ان ربنا سبحانه وتعالى يهد النفوس لكن يهمني كمان اننا نراعي نفسية امينة لما اخذ يا بابا لم اخذ يا بابا الحاج الموضوع دي لازم يكون لأمينة فيه رأى ولكن تعطيت الصح الامور وتكون هي نفسيتها لسه مجروحة كلا ايه والله عندك حق يا بنتي فهم ان يا بابا بنتي عندك حق سلامة يا اخويا انا بعد اذنك اجر رد شوي لما شوف امينة هتقول ايه والله يا امام عارفة اقولك ايه انا في حيرة ما بعدها حيرة ولي لا اله الا الله استعيذ بالله كده وفكر كويس دي حياتك ومستقبلك وانا مش هقصبك على حاجة انت مش عايزها اقابدنا طيب اديني فرصة بس لغاية بكرة افاك ومالو يا بنتي خد الفرصة اللي انت عايز يعني انا مش مستحقل عرضها اطر لما اعزى يا عمي جيه برا وعاوز يكلمك يالله هو ميني في كبار خالف يابا انا جاي واحد يا السلام يا اخويا ما عايز نعملك ايه عبليت لك ولا نعملك سبوع من تعمك اهراني يا باب انا كان نفسي في العياد هو يعني حرام ابا زيك وزي اهل البلد طيب قول لي بسك وتعمل ايه تعمل تمشي في مشوار العلاج لاخره تعالك من تعمك لغاية اما تخيف مش تتجاوز عليها يا حينة يابا ما احنا بقالنا سين بنتعالك كنا عملنا ايه بس وبعدين يابا ما انتعالف انه لطيفة بنت عمي اطبر مني في السين واني بصراحة اخفت انها متخلفش وبعدين لطيفة بقى ذات نفسي هي اللي قلت لتتكوز يا خالف قلت اعالك قلت اعالك من ورعالبي من شهر ولا التال ادريك معالك ساني ساني متجاوز ومخب علي وكل ما اقولك نروح للدكتوري عشان نكمل العلاجة تقول لي ايه وحابق نروح ولا منروحش نروح لا ما خلاص ما عمتش ابزمة في غير اللي اعجبتلك الولد يا خلاف في غير خلاص يا بنتي استاهد demos الله انا خلاص استاهدني بالله اللي عرواق كده فمان تعالي اللطيفة بتعمليش في نفسك كده اعملي 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 ازịات كان الولد من غير ياامي كان الولد من غير ياعمي اعمي ما تزيبليش على زمته طبعني منو يا اعمي طبعني منو كلام ايه اللي بتعليد يا بنتي مايفحش كده مسا забываем حكو تكونوا يا بنتي مش بيسمحك عبدا تعالي بس يا لطيفة مش بيسمحك يا ابن عمي اعمدا يا حول أوراك بواجه اللي بالله العزيز عاجبك كده يا حرق يا أبا ما تحطي نفسك في مطرحي ما تحطي أنت نفسك في مطرحة وتغتدي إيه اللي خلات تتجوز عليها يا أولا يا أبا كان لازم يا أبا كان لازم ماني قلت لك يا أبا أنها أكبر مني في السن وأنا خفت أنها ما تخلفش وبعدين يعني كنت أكي بحمد الصغير منين بس يا سيد حامد أيها يا أبا سميته على اسمك حامد تحت شبهك طب يمين بالله شبهك يا أبا ولا وعنكم بتبليفلي مش هتجي تشوفه بقى يا أبا وترضى عني وتسمحني أنا اللي هسامحك اللي سامحك ربنا الأول وبعدين بنت عمك اللي كسلت بخطيرها دي ما البركة فيك برضو يا أبا استنى شوي اصبر لما لما الأمور تستهدى كده ونخلص من حكاية وقتك أمينة هو أنت ناوي تماشي الموضوع جواست أمينة دي؟ ثم ناخد رأيها هي الأول دي؟ رأيها هي بس يا أبا دا كان متجوز رجالية مش أول كده يا حينة رجالية اسم الله عليك يا أخي اسم الله يا سيدي اللي ميته من إزاز ما يحددش النص بالطوب يا حينة يا بني لا أول ولا أخر واحد تجوز جوازة تانية وبعدين خلاص خلاص يا أبا الموضوع انتهى ورح لحاله أنا ما بتكلمش عن اللي راح لحاله أنا بتكلم عن اللي جاي اللي جاي مش بإيد يا أبا بس انت اللي تسببت فيه يعني لو جوازتك ببنت الجبري باصط هتبقى فتحت علينا باب الشر لسدناه لمواغزة يا جناب العمر فيه يا دويب الحج سلامة بعت عايزك تعد عليه الوقت في البيت حالا اللي عمر همه عاجل ليه فيه ايه ايه اللي حصل عالصبح اللي بعته مقالش فيه ايه وبيقول لجنابك تجيمس فرج معك ضرور بقول اللي بعته انني جاي وراه على طول علم وينفذ فور خير يا حج سلامة الجبري له معاك كلمتين اخيه يا جبري فيه ايه امين يا طالب الطلاقة يا حضر زرهم دا طلاقها يا فرج ليه ليه يا بل حاج حاد تشوف يا حضر زرهم دا زي ما دخلنا بالمعروف خلينا نخرج من بعض بالمعروف حاج سلامة موجود بنا هو وانت موجود يا فرج خرص بنت يا فرج لا حول ولا فوة الا بالله ان ابهض الحلال عند الله الطلاق يا جبري ما تتكلم يا حج سلامة اتكلمت كتير والتهاله كتير قبل ما تيجي يا رشيدي يعني خلاص مفيش فايدة يا جبري يعلم الله يا رشيدي الموضوع دا عازز على يد ايه بس سيدة ربت بنتي لا حول ولا قوة الا بالله سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا بالحاج حاد الله يسلمك يا بنتي ازايك يا بالعمد نحمده على كل شيء يا بنتي ازايك يا فرج ازايك يا بنتي خير يا بك فل الشر امينة يا بنتي طلب الطلاق ما اقول ايه؟ قاعدت تطلق؟ ايه يا بنتي حاولت معها كتير ودت عالت برية فاختارت الطلاق ايه يا بالحاج امينة مبروحة ومش في وعيهي وانا كان غنى ديت الكلمة معها وتهدوها مش بس يتسألوها يا ناس يا بنتي اتكلمت معها كتير قوي ما تدكنيش ودها لما اخذي يا بالحاج جنت ابوها وامينة مش هتبتح في الكلام غير مع واحدة ست زيها يا ناس برضو لطيفة مرات اخوة اتكلمت معك ما بيش فايدة مدروحة بتكلم مدروحة بدل متحديها هتولع في جرحه قولنا يا بنتي نعمل ايه واحنا نعمله عشان خطي يا با عشان خطي يا حاج حالي اترموا في موضوع الطلاق ديه انا عارفة امينة كويس يا ناس انا يا بنتي محبم على قلبي انا يا بنتي تقدر تعملنا حاجة روح ببنا يقدرك خلاص اجلوا الموضوع ديه يوم ولا الثانين وانا هتتلل معاه واللي فيه الخير يعملوا ربينا على العموم انا عملت اللي علي وزي ما ودينا السيد وعد الحر دين علي قلي برضو وعدتك بحاجة مش هبوئة العمدة هو اللي وعد ايوا ما هو برضو يعني حضرتك الخير والبركة والزاكين عنده يوما قلي برضك اقوله وان هو حر ما في ماله اه يديك تجيب بهايم يديك تجيب غنايم هو حر وهو صاحب التصرف طب على عموم بلكوا ان عدواني خاد حقه بالتممل كمان واني مرضو هعطي عليك مرة تاني سلام عليكم عليكم موسيقى ما تستنى الشيء يا سعد لا معليش مرة تاني يا سيد سايد الو ايوا هنا عمد الكفر الكنينة بقولك عمد الكفر الكنينة يا بني عاد شفا خاني تهدي يا سلام والله الملائف ولا خالق العمودية برا عليك انت يا سابعي يا بنت بطلتها لي انت احتراي والله احتراي المخده ما يبنهو شغل عبدالأول رشيدي ما انت هو قاعد بالوهدومك سيد عبدالأول رشيدي ايوا يا بنت بس ظهورات ايوا ظهورات يا احتراف اعيش ظهورات الكرسي دي ما يبلغوش غرابوية العمدة امال ايه ماتش ايه مسخ كدري يا بيت عشان يبقى ضقي كلامك امال فلن انت طالب له الشار ساعد الحلات مشي هو كان عوض ايه هو وراه لا ابدا هو قاستابوية كان وعده انه يدخل معاه مشروع تربية مواشي وماله ما هو ماله يامل ما بداله يدي لداه ويلداه ويصرف على المواشي وكفية عشان فضله كما المواشي كيف يبتك هتبضل دول عملك جدا شكاية انا عاية وهو ايه يا اخونا اللي تغير عشان بطلاش كوانعي قولتي اللي يتكلمه عشان يكتب لك حاجي ما تكلمتوش وانهو لسه بناخد مصروفنا الرأي العيال وشايفين الفلوس ضلع فرطيك فرطيك هيدا وهناك ومش عاوزني اتكلم حوش قلت حسك يا ميت او يا جاي وطانع واسكتنا والخاصة يا ساتر ابنتي اللي برادها الجنينة تولت هبالك فينا فوقها قال ايه العهودية يقع عليك السلام عليكم عليه وسلام ورحمة الله وبركاته يا ابا مراتك صوتها كان عالي ليه يا سيد من تعرفها يا ابا بحي زي عوايدها يعني ها عملتوا ايه وصلتوا لفين والله مني عارف يا ابني هيوصل لفين لسه سيد لسه زي ما ساعد الحلاب كان هنا وقالي عارف قابلتوا دلوقتي وقالي طب واحدة عمل معاه ايه يا اه بس نخلص من اللي احنا فيه وبإذن واحد احد لو ربنا عداها على خير هعمل معاه كل خير الله يرحمك يا فارس قاشت مع السنة قول ما شفت منه لعيبة في يوم الايام مين عارف يا ابنت عمي يمكن لو كت العشرة طالة كنت شفت منه لعيبة كوان يهون عليك يا خلاب بعد العمر ده كله تتجوز علي خاولك يا لطيفة يا اختي خطي همك على هم ياريتني ما قلت الجوزة ولا قلت يا جواز بدل اللي نادني ده السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته ازايك يا هودة ازايك انت شفت اللي احنا فيه يا هودة انا مش قلتلك يا هودة انا جفعت حاصي مرة وخلاص وحيدوا اللي همال يا جماعة لا إله إلا الله الموضوع ما يستهلش ده كل ازاي تستهل المشاعر واحدة عايشة في الحزن بقالها سنة ويضبط الاعتبادنه لقيت الهرب مستني طب قوليلي يا عبد الله لو كنت عارفة ان فاضل الله يرحبه هيموت بعد ما تتجوزي بسنة كنت وفقت عليه متهيالي لا طب لو كنت عارفة ان فرج متجوز قبل ما يكتب عليك كنت وفقت عليه طبعا لا وعشان دلاء ودلاء وكل واحد بياخد نصيبه اللي كتبهوله ربنا ربنا حجب عننا الغيب اصدق ايه يا هودة تفتكر ليك نصيب تعيش مع فرج ولا لا مش عارفة امالتي فصري بايه ان جوازته متظهرش الا بعد ما يعقد عليك ولما ظهرت وجات المشاكل ظهرت جوازة خلف عشان تحل كل المشاكل معناته ايه ده يا امينة مش عارفة يا هودة ده قدر يا امينة ومحدش يقدر يهرب من نصيبه اللي كتبهوله ربنا وبفكرك انت كنت موافقة عليه ومبتحالي ولا ايه حصل لكن بعض اللي حصل ده انت اللي حصل ده خالص وكأنه ما حصلش ومتنسيش انه لما تجاوز الغجارية ما غنش يعرف انه حيتجاوزك ولو حتلوميه بقى على حاجة عمله هو ما يعرفهاش يبقى ليه ونفسك بقى على كل حاجة عملتها وانت ما تعرفش ايه اللي هيحصل وراه صح ولا ما الصح والله ما عارفة اقولك ايه يا هودة لا تقول ولا تعيد ولا فيه بني وبنك بما اصله اي كلام من هنا وراعرف يا لطيفة يا لطيفة استهدي بالله بس ايه اللي حصل حصل وخلاص هو انا يعني كنت باتجاوز حبا في الجواز ما انت عاب في علتها 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 مش بايدي يا ابن عمي يا ريت كان بايدي كنت جبتلك بدل العلي العشرة يا ريت وبقولها بكل حرقة يا ريت على الاقل ما كنتش تجاوزتي واحدة تاني ده انت بنت عمي يا لطيفة بنت عمك وديك بعت بنت عمك مين اللي قالك الكلام ده؟ انا عملي مبيعتي هو عملي مبيعي كبدا ده لي على طول شارك لو كنت شاريني ما كنت استويتني باخت زارع اني تتجاوز علي يا اخت زارع يا خلف ده اللي اهيرني ومزعلني مينك ايه ايه؟ يعني لو كنت تجاوزتي واحدة من تعالى ما كنت ازعيلتي كنت وفاتي؟ اهو برضو كان يعني حيبق اسمك خلاص نطلق ديات ونتجاوز واحدة من تعالى مرضية كده؟ لا مش مرضية انما بنت العيلة دي حنعمل به لا هي ؟ يا سلام يا أخي يا سلام كل بعقل حلاوة كل يا لطيف ده أنت عقل ورسيا وفاهمة واني لو لفيت الكفر كله مش هلأ أي واحدة زيك اللهم بدل حنى لأحسن الأحوال يا الكريم هو يا حج حامد مكرة تروق وتحلوه يعني ما انت الشايف اللي احنا فيه يا نماز شايف شايف طبعا أماليه كل واحده علامة البيت بقى عامل زي الاسبتاليا الحكومي مستشفى أميري كل حنف قضى ومقفول عليها ومتنازع وأنا قدام قط العمليات مستنى الفرج اكرمنا من عندك يا رب إن شاء الله ربنا هيعديها على خير يا حج حامد كيف يا بيتي؟ كل خير يا بالحج ألف مبروك وربنا يتمنى لها بك الله يباركني فيكي ويتخليك يا وش الزالة البشارة! البشارة حج البشارة! مش خسارة فيك على بشارة الخير اللي جبتها دي يا نماز ربنا يكرمك يا حج عبدالقاوي يا رشيدي يا والخير والكرم كله نمازت كل الرواية دي من تعليفك عشان تلها في البشارة ألا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يجايب لك خبر كويس اوي يا رشيدي لا من نمى السبق يا با الحج سلامة انت على ما فيش حاجة تخفى عليك ابدا طب دان اول هدى بنتي ما قالتلي جيت عشان اطمينك يا رشيدي اللي السبق كان للنابأ يا با سلامة ربنا يبارك فيك يا حج سلامة ويبارك لك في بنتك هدى ويكملها بعقلها يا رب اني مديون لها بتخليص الموضوع ده يا حج سلامة مديون ده ايه يا رشيدي وفي بنا وبن بعض دين ربنا يقضى هدنا بالخير والحمد لله ان القلوب توحدت من تاني تقبل الله يا حج سلامة منا ومنكم ومن المسلمين اجمعين يا رشيدي باقول ايه مدام ربنا عضاه بالخير بقى يبقى خيره البر عاجله ولا ايه يا جابري والله انا من ايدكو دي ايدكو دي اللي تشوفه يا سلامة يعني نقول امتى بقى ان شاء الله الله ان كان علي انا عايز من الليل بس بقول يعني تديني مهلة يومين ثلاثة اربعة كده على موضة بقوضة الفرج وامينة ولا تحب ابن الهضار لوحدها يا جابري لا 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 مش هاول كده امال يا سيدي احنا بقنا اهلية واحدة والعز واحد على كل بنتي بقى تبنتك وابنك بقى اهل ابن الدار على ميلك يا رشيدي لما فرج على امينة بضلك وبعدين بقى اعملهم اللي انت عاوزة يكون في علمك لو ابوك بنا البنت الجابري دار يبقى حتما ولا بد يبني لي دار زيه اه اش معنى يعني هي توعد وتتسدد في دار وحده واحنا اه مكتوب عينا هنا الشقة ولا العباد يا احتراه انت شفتيه ببانا ولا هاد بقولك بعدين حيبنلهم دار بعدين ومالو يبنلنا دار معاها بعدين وكل توبة تتحط في كدار بيته تتحط توبة زيها في كدار باتي وحط توبة ثالتة في نفوخي عشان اخلص من المرار دي جل ايه يا احتراه انت مبتش في العيش طلبات ابدا يا سيد يا سيد انا خايفة عليك وعلى عياني ايه انت عملتلهم ايه قولي لا دار ولا ارض ولا غطع دف من برد من خطير ومن دفئين اهو انت اه يا راجل عاوز تفرسني عاوز تبوتني مفروسة جل ايه يا احتراه يا احتراه ما عايز انا اعمل لك ايه هو انا في ايدي ايه بس وما عملتوش تبدي لو ما كانش في ايدك حاجة تعمله انا بقى في ايدي وهعمل موسيقى 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 شكرا